وصل المريض بمغص شديد في جنبه الدكتور مبتسم بيطمنه عمل الكشف والتحليل وفجأة يرفع الدكتور سماعة التليفون افتحه قط العمليات حالا الزايدة ملتهبة ممكن تنفجر لازم نعمل عمليات دلوقتي واحدة واحدة يا دكتور مفيش واحدة واحدة دي حالة حرجة تتطلب إجراءات استثنائية هذا المثال ممتلئ بالحياة بالمواقف الحرجة اللي بتطلب إجراءات مختلفة استثنائية والتعامل معها بتراخي قد يؤدي إلى دمار كبير يعني مثلا خناء كبيرة مع حد مقرب صديق أو شريك للحياة حصل فيها تجاوز وإهانات حطت العلاقة على حافة الهاوية إحنا دلوقتي في حالة حرجة في علاقتنا إنك تجر كلام بعد كده بطريقة لطيفة أو تعتذر اعتذار بارد ده ممكن يزود المشكلة لازم الاعتذار يليق بالإهانة حتى زمان المثل كان يقولك تشتمني في شارع وتصالحني في حارة أنت هزقتني قدام الناس محتاج تعتذلي بطريقة مختلفة برضو قدام الناس حتى على مستوى العلاقة مع الله اللي بيرتكب كبيرة من أكبر الكبائر بيخلي حالته حرجة في السير إلى الله أيوة ربنا رحمته وسعى بس أنت لست توقف مع نفسك عشان كده تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني الخطأ الكبير لا تكفي صلاة أو جمعة محتاج تقعد مع نفسك وتتوب إلى الله أنت عملت شيء خلى علاقتك حرجة محتاج موقف استثنائي ويزور تلاتة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا السيدة عائشة عن عبادة النبي فكأنهم استقلوا عبادة النبي يعني النبي بيشقد وتنا في العبادة أكيد ربنا هي يغفر له إحنا محتاجين نعبد أكتر من النبي آه دي بذرة التشدد دي فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء زي ما النبي بيتجوز وقال بعضهم أنا لن أكل اللحم زي ما النبي بيأكل وقال بعضهم أنا لن أنام على الفراش زي ما النبي بينام ثم قال بعضهم وأنا أصوم ولا أفطر أبدا فجمع النبي الناس على الصلاة الصلاة جامعة وصعد المنبر وحمد الله وأفن عليه في خطبة في حالة حرجة دلوقتي في تشدد هيتبني في الأمة لازم إجراء استثنائي قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية وأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني دي حالة حرجة تطلبت إجراء استثنائي من سيدنا رسول الله عشان لما ييجي ليك تقرير مثلا من المدرسة أن بنتك فقد الثقة في نفسها ومش بتشارك فعش تجيب بنتك تقول له ديئتين كده بسؤال سطحي أخبارك إيه حبيبتي أنت هتتفاجأ أن المشكلة تتضخم بسبب عدم الجدية وأخذ موقف استثنائي في الحالة الحرجة اللي زي دي وسبحان الله تصرف استثنائي محترم لما بشوف أبه والأم خارج مع ابنه اللي في سن المراقع واصحابه بيفسحهم ويبسطهم ويدحك معاهم آه بس دول مش من سن حضرتك آه معلش بس أنا ابني دلوقتي في سن حرج أنا محتاج أصاحبه وصاحب اصحابه اللي بالنسبة لي شوية عيال لكن لا السن الحرج يتطلب إجراء استثنائي فلو أنت في موقع المدير أو الأب أنت دلوقتي في حالة تتطلب منك يبقى مهاراتك استثنائية فتعلم مهارات اتخاذ القرار وتعلم مهارات التربية والقيادة أنت دلوقتي بتدير فأنت حالتك مختلفة تتطلب منك مهارات استثنائية اقرأ كتير واسمع عن إدارة الأزمات عشان في الحالات الحرجة تعرف تفكر وتعرف تختار إجراءات استثنائية الحاجة الأخيرة لا تتردد لما يحصل لك مواقف حرجة فترتبك ترفع سماعة التليفون على حد أكتر منك خبرة يبقى سندك ومستشارك يقول لك إيه الإجراء الاستثنائي اللي تتخذه مع الحالة الحرجة دي يبقى حياتك ماشية طبيعي لكن في مواقف حرجة تتطلب منك إجراءات استثنائية والمعاملة مع المواقف الحرجة بتراخي ممكن يؤدي إلى ضمار أكبر فاللهم يا رب ارزقنا فقه الحياة وفهمنا مرادك من تقلباتها وأعننا يا رب أن نكون على مرادك أينما كنا ترجمة نانسي قنقر